سيد محمد يعني كي لا ينظر إلى هذا الاتفاق لأنه اتفاق ثلاثي يضم الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل أو الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية دلالة هذا الاتفاق وكيف يمكن بالفعل أن يحرك المياه الراكدة في مسارات عدة ومعظمها تصب في الاقتصاد بداية نحن نتحدث عن أكثر من ثمانين عام أو ثمانية عقود من الصراع الذي لم نجد حلا له حتى الآن بين العرب وإسرائيل حدثت جوالات كثيرة مفاوضات وفشلات وحروب وصراعات دفعت أسمانها المنطقة وتلاعبت يعني راهنت على مستقبل شعوبها للأسف نحن حتى الآن لم نحل ذلك الصراع فنفتح المجال للتنمية والسلام والاستقرار المصالح المتبادلة إذا تكلمنا عن علاقات التطبيع بين الإمارات تحديدا وإسرائيل فهي ستأخذ منحة مغاير لكافة اتفاقيات التطبيع التي تم رأيناها على مدار العقدين الماضيين أو ثلاثة عقود لأنها برؤية دولة الإمارات دولة داعمة للاستقرار ليس في المنطقة أو في الأقليم ولكن في العالم كله دولة الإمارات لها رسالة تهدف إلى روح التسامح وزرع السلام والأمن والاستقرار العالمي وبالتالي لندع العلاقات الاقتصادية والتعاون والشراقة والسلام والتفاهم يفتح مجال وطريق آخر لتحقيق الاستقرار وحل تلك القضية التاريخية أعتقد أن دولة الإمارات لها رؤية ولها أجندة تنطلق من فلسفاتها تجاه تعزيز السلام والأمن وتقاربها مع إسرائيل برعاية أمريكية هو يتأتى في إطار الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني دولة الإمارات على طيلة العقود الماضية منذ نشأتها وهي داعمة لحق الشعب الفلسطيني ولا شك أن لها أيضا كما قلت حسابات خاصة في تقاربها مع إسرائيل وفي المقام الأول حماية مصالح الشعب الفلسطيني ملام هذه الحسابات الخاصة بالنظر إلى تكوين أو تشكيل الوفد الذي يضم ممثلين عن قطاعات مختلفة استثمارية مالية اقتصادية سياحة صحة برامج فضاء وطيران مدني هذا هو الأمر هذا هو الأمر سيتم تشكيل مدموعات عمل لبحث التقارب في أقصى المصعيد وبالأخص التقارب على الصعيد الاقتصادي تمهيد العقد اتفاقيات تعاون المصالح المتبادلة هي لغة شعوب العالم الآن لا توجد دولة أو إقليم يعيش في معزل عن التطورات العالم فعلا أصبح قرية صغيرة الجميع يتبادل المنافع والمصالح فكما قلت لنفتح المجال أمام تبادل المصالح أمام دعم مسيرة التنمية التي ستحصد الشعوب العربية سمرتها في المقام الأول لا نريد أن ننسى أو نخفل أن دولة الإمارات دولة عربية متقدمة بشهادة المؤسسات التصنيف الدولية في كثير من المجالات بل تفوقت على العديد من الدول المتقدمة دولة الإمارات تؤمن بالسياسة للانفتاح والتسامح وطلاق الحضارات وتعزيز السلام وأيضا تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية عبر شراقتها مع الآخرين وأعتقد أن زيارة الوافد الإسرائيلي والأمريكي اليوم ستمثل بداية تغيير جزري ومجمل التطبيع ما بين الإمارات وإسرائيل سيواصل تغيير في خريطة الصراع العربي الإسرائيلي لمرحلة جديدة لدولة الإمارات من وزن وثقة الاقتصادي والتنمية ترجمة نانسي قنقر